السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ووصلنا إلى مسك الختا ولكن قبل أن أفارق مقامي هذا أحب أيها الإخوة أن أقول كلمة أخيرة قبل أن أرحب بضيفنا الحبيب يقول ربي وأحق القول قول ربي إن كفيناك المستهزئين الحمد لله حذف المقطع المسيئ وغار رئيس مصر جزاه الله خيرا وقال كلمات باتة طيبة وأدان رئيس أمريكا الحدث وتبرأ نصار الدنيا كلها وتبرأ نصار الدنيا كلها نعم كل ذلك حدث وأكسر ارتج الغرب نعم انزعج الباردون اندلع الخوف من تكرار الإساءة نعم نعم هناك رسائل ما وصلت للغرب قصدناها أو لم نقصدها لكن بغض النظر عن كل ذلك سؤال هل أخذنا حقنا؟ هل انتصرنا لرسولنا؟ هل تحققت النصرة؟ إننا بحاجة لأن يجيب كل مننا على هذا السؤال يعني نستدعي 65 مليون مسلم كلهم يعودوا على الكرسي هنا ونسألوا انت خذت حق النبي؟ انت قمت بحق النبي؟ إخوتي إن أعلاكم همة من يحسب أن خطبة تنصره أو كتيبا ينصره أو استوانة تنصره فضلا عن المساكين أهل المظاهرات والتيشرتات أقول في نهاية حلقتنا كلمة واحدة لن تنصره حتى تكون مثله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لن تنصره حتى يكون إمامك أمامك لن تنصره حتى تقر عينه بك ولن تنصره حتى تقر عينك به قائدا وتكتفي به أسوة لن تنصره حتى يكون أحب إليك من نفسك ومالك ودمك لن تنصره حتى لا تقوى على دم لن تنصره حتى لا تقوى على دمعك وتفقد السيطرة على لسانك وهو يهدر بالصلاة عليه والاعتزار له إخوتي أرحب ضيفنا فضيلة الشيخ محمود المصر الله يفر فيه الشيخ طنوب بن عزيزي الفجحة بقى في الآخر أهلا وسعلا شيخ محمود شرفنا وسعيدنا في حضرتك أنا اللي تشرفت شيخنا ربي أنا شاكر حضورك معنا ويجعل اليوم الجميل ده في ميزان حسنت حضرتك وما أكثرها إن شاء الله جزاك الله خير إحنا أقمنا كل الحلقة على السؤالين مين السبب في الحصل ومين المخرج لكي لا يتكرر السؤال الأولاني مين السبب وليه بيعملوا كده وفي الوقت ده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة مين السبب ربما نكون إحنا ربما نكون إحنا السبب تخيلت مرة كده شيخنا ربنا عزيزي حضرتك لو إني رجل في بيت أب في بيت هذا الأب سمحني لا يوقره أبناؤه فكيف يوقره الناس هي دي المشكلة فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن صلى الله عليه وسلم وإن كنا ولا نشك في محبة أي مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فعلا الكل يحبه تتفاوت المسألة صدقا وقولا وعملا وواقعا ما بين إنسان إلى إنسان محبة اتباعا محبة متابعة محبة قول محبة أفعال المحبة أنت فعلا تنصر دين النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بيتعامل من منطلق معرفته لله سبحانه وتعالى من منطلق حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيفرق من إنسان لإنسان في واحد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بيترجم إلى واقع عملي أنا بحبه يبقى زي ما حيك تفضلت لازم أكون زي النبي لقد كان لكم فيه رسول الله أسوة حسنة محبتي لي أنه يفرح بي آخر بسمة تبسمها النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفع السطار وراء الصحابة خلف أبي بكر ينصلون فكانت بسمته بسبب أن هما بيصلوا تخيلت مرة شيخنا إن النبي صلى الله عليه وسلم راح للطائف تسعين كيلو على رجليه المتعبتين مركبش دبة وراح هناك يدعوهم وضربوه بالحجارة حتى أدموه صلى الله عليه وسلم وقال جاوه إلى حائط بعض باني الشايبة وقال دعاه المشهور إن كان يضعف بعض أهل العلم لكن الشاهد أنا تخيلت إن النبي بعدما راح الطائف وحصله الابتلاء دوت مرجعش على مكة وإنما رجع على بلدنا فقلت يا بعد الألم ده كله لسه جاي وجسده مضمخ بالدماء وجاي ماشي في شوارع المسلمين فشاف الأحوال ديت أظن إن النبي صلى الله عليه وسلم سيبكي الدماء بدل الدموع فأنا لو عايز أنصره صلى الله عليه وسلم أيها أفعل الشيء اللي النبي يحب يشوفنا عليه النبي يفرح بي أولا وشفنا على طاعة صلى الله عليه وسلم النبي مش يفرح بي لو كنت غاني وعندي أحدث عربية وعندي فيلا وعندي بشاريع وعندي إنما النبي يفرح بي لما يكون أنا فيها حاجة منه صلى الله عليه وسلم كل حاجة بيعملها النبي أنا بعملها كل حاجة بيحبها النبي أنا بحبها فمشكلة المشاكل إن كتير من الغرب بفطنه وأنا آسف بسبب بعض المسلمين في سفرياتنا وحضرتك سفرت أوروبا كتير وأكيد حضرتك سمعت هناك وأنا متأكد من هذا الكلام إن بعض الناس بتقول ده فيه ناس أسلامت ثم ارتدت بسبب أفعال بعض الناس وبسبب أخلاقيات بعض الناس فلو هؤلاء الناس فعلا وضعوا أمامهم أخلاق النبي كان كرآنا صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة كان خلقه الكرآن صلى الله عليه وسلم فلما أنا أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحتى وإن كان بعض الأشياء قد أتنازل عن بعض الحقوق قد أتنازل عن بعض الأشياء لكن حسبة لله سبحانه وتعالى حتى لا أكون فتنة لغيري ممكن إنسان يكون ماشي في شرع شخنا سمحني ممكن إنسان يسب لو واحد عادي هياخد حقه إنما لو واحد مسلم وراجل ملتزم هيقول لا أتركها لله حسبة لله سبحانه وتعالى عشان الناس تقول هي دي أخلاق المسلمين لما إبراهيم بن أدم قبل رجل يهودي وكان عزكم الله كان يمسك بكلب بسلسلة بيجر بها كلب فقال إبراهيم بن أدم يا إبراهيم أليحياتك خير من دنب بكلبي أم دنب كلبك خير من لحياتي أليحياتك خير من دنب بكلبي أم دنب كلبي خير من لحياتك فإبراهيم بن أدم بكل بساطة وبكل أدب رغم أن درجه اليهودي كم ممكن بقى هو ينطقي موافع لنفسه أبدا كان النبي لا يغضب لنفسه أبدا فإذا بإبراهيم من أدم يبتسم يقول والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحياتي في النار فدنب كلبك خير من لحياتي ولو كانت لحياتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحياتي خير من دنب كلبك الرجل انفعل مع هذا الخلق وقال والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم احتاجين شيخنا الحبيب وده بنتعلمه من حضرتك نحن نحول حياتنا إلى واقع عملي يراه الناس فيرون الإسلام من خلالنا لما قال سيد قد برحمه الله رحمة وسعة ولقد انتصل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أنصاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر وإنما نسخها بمداد من النور ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم هي دي هيا دي انا محتاجين أن يرى الناس الإسلام أو يروا شخصا نبي محمد صلى الله عليه وسلم في شخص هؤلاء المسلمين الله هو ده النصر الحقيقية أن أراك مثله الله صلى الله عليه وسلم دي حقيقة فعلا ولما حكت فضلت في سبحانك يا ربي يعني إلا تنصره فقد نصره الله نعم الحقيقة حاجة غريبة جدا إلا تنصره شوف تنصره وبعدين يقول بعد إيه مش فسوف ينصره الله نصر الموضوع قدي خلاص فقد فأس سرعة اللي تعلمناها وقلنا أن أن فأس سرعة دايما تأتي في حوادث عجيبة جدا سيدنا موسى لما وصل إلى البحر وخلفه فرعون قال أصحابه موسى إنا لمدركون قال كلا إنا معي ربي سيادين فأوحينا نعم تأتي الفأدية في مواقف كثيرة جدا نفاء الفرج والتعقيب والسرعة فالمولى عز وجل يقول إلا تنصره فخلاص في أسرع وقت وفي التو واللحظة فقد وقد تفيد التحقيق نعم فقد إيه نصره الله وبعدين من نصره الله من يستطيع أن يخذله ولما كنتم بتقرأوا الآيات الجميلة في قول المولى عز وجل اللهم صلى الله صلى الله صلى الله وَلَقَدْ يَعْلَمُوا أَنَّكَ يَضِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ شوف العلاج العجيب العلاج الرباني الذي ليس بعده علاج أي واحد في الدنيا ناجح بيحارب ولا يحارب إلا العظماء لو لا عظمة النبي ما حورب النبي صلى الله يعني لو كان النبي كأي واحد من البشر من يحاربه ومن يلتفت إليه أبدا لكنه لأنه أعظم إنسان وجد على رجل الأرض يحارب ولقد يعلمه أنك يضيك وصدرك بما يقولون إلي عليك في ثلاث حاجات فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين ثلاث حكات عجاء حتى أفكر فيهم شيخنا ربنا عز حضرتك إيه فسبح بحمد ربك لأن من قال سبحان الله بحمدي مئة مرة وفرت ذنوبه وأن كانت مثل زبد البحر ربما أنا كإنسان شيخنا في إنسان بتصلت علي بيأذيني بسبب زنوبي أعمل إيه اتخلص من زنوبك وتوب إلى الله كما فعل أحد الأئمة جاء الواحد بيسبه فقال له طب انتظر فدخل فظل يستغفر الله وصل ركتين طوبة ثم بخرج فقال له والله ما صلت علي إلا بسبب ذنب فدخلت لأتوب شفت ديه يبقى إذن ربما يصلت علي هذا بسبب زنوبه فسبح بحمد ربك دي رقم واحد يتغفر الزنوب وكن من الساجدين لأن ربنا قال واسجد واقترب والنبع السلام قال لربيعة يعني لما بيقوله سني شأن يا ربيعة قال أسألك مرفقتك في الجنة قال فعيني أنا نفسك بكثرة السجود شو سبحان الله وبعدين عشان بقى حتى لا يصلت عليك أحد ولو صلت عليك حتى بعد كده أي أحد يكون رفعة لك في الدنيا والأخيرة قال له تابع بقى على العبادة ديت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين نعم استمر آه استمر على كده إيش مسألة ينالنا النهاردة عشان أنصر النابس عصاني أخذ مسألة يعني المسألة تبقى من تبالي فقط انفعال كده عاطفي وخلاص وبعدها أرجع مرة تانية لا حقيقة هي منحة كبيرة أهو شيخنا نعم أذكر شيخنا وأنا آسف إن كنت قطلت لا لا تفضل أذكر أني كنت في أمريكا ساعة وقوع البرجين نعم في أمريكا كنت هناك قبل الحدثة دي بعشر تيام نعم وقدرا يومها كنت أنا وأحد الإخوة دعاء ربنا يحفظهم كنا عند المبنى ده الصبحية كنا بنتفرغ عليه كده بعد الفجر وثم عدنا ما فيش كم ساعة كان الاتنين فالمهم فقدر ربنا سبحانه وتعالى كان ابتلاء شديد جدا طبعا كان فيه يعني محاولة اعتداء علينا إلى غير ذلك قلتلهم من المحن تأتي المنح وربنا هيكرم إن شاء الله بدأ التلفزيونات الأمريكية والأوروبية وتلفزيونات العالم وجرائد والصحف والمجلات والنت والدنيا تتكلم عن الإسلام والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لما طلع بوش في المركز الإسلامي في فاشنطن وقرأ آية من صورة المئدر إن كان هتحصل مشكلة داخلية إن المسلمين في أمريكا كان يحصل مشكلة لسبب الاعتداء على بعض المسلمات فقال لأ أهد الجابهة الداخلية لأن أنا كنت هضر بأفغانستان ويعني فقال أهد الدنيا شوية فطلع فقال المسلمين ليس لهم يعني المسلمين في أمريكا ما فعلوا شيئا من ذلك وبعدين بدأ يقرأ آية مترجمة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا الناس هناك شيخنا أقسم بالله الأمريكان بقوا يقولوا هو في آية زي كده في المصحف قالوا آه فبدأوا يسحبوا المصاحف المترجمة بعد كده الإخوة في أمريكا حقيقة طبعا يعني شرفتوا منك أكثر من مرة بدأوا يطلبوا مصاحف مترجمة من السعودية بقى ذات تتبعت في خلال فترة يسيرة جدا جدا أسلم 23 ألف أمريكي غير اللي أسلموا في أوروبا ما شاء الله وأقسموا لك بالله يا شيخنا وإن شاء الله حضرتك تقول الكلام ده الجمعة القادمة أو اللي بعدها آلاف سيسلموا إن شاء الله بسبب هذا الحدث إن شاء الله إن فعلا هي من المحن تأتي المنح ناس كتيرة مش سامعة عن الإسلام مش عارفة عن الإسلام غير كل شر ولما يحتص مثل هذه الأمور عشان كيف نقول فرصة بأن الناس يسمعهم عن النبي بالضبط بالضبط كده إن احنا نعرف في الناس أخلاق الرسول والسلام معاملاته سلوكياته ومش هنكلمهم بس ما هو إحنا لو هنقعد نتكلم كما يقولون عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل يعني أنا لما أكون قضوة بأخلاقي مش هو نموذج أطبعا لما أكون قضوة بأخلاقي وأسلوكياتي أؤثر في ألف إنسان أكتر من أني ألف إنسان يكلموني في حاجة هما ما بيعملوش بها أنا لن أتأثر أبدا فدي مسألة مهمة جدا إن إحنا نحول هذه المحنة إلى منحة نحن نعرف الناس من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدت جدا لما جيت وقلت الحقيقة استأذن أشوف كتاب حضرتك وقدر ربنا سبحانه وتعالى لقى لسه كتاب لحضرتك طالع بيتكلم فيه نفس الموضوع سعدت جدا جدا إن قلت الحمد لله رب العالمين ثمرة بتطلع للمسلمين والثمارات كتيرة إن شاء الله هتطلع وبنات كتيرة يعني كما تفضل دكتور عبد الله إن فيه بنات كتيرة جدا متبرجات اتأثروا بالحدث دوت أكيد أقسم لك بله شيخ لأكيد منهم كتير جدا اللي هتقول إيه وأنا عايز أقول لها رسالة بسيطة من خلال حضرتك ربنا أعزو حضرتك إن تخيالي إن النبي يوقف جنبك أو إن النبي يشوفك في اللحظة دي تقدر تقابلي بالمنظر ده أنا لا أتخيل هذا يعني يعني دايما كانوا الناس تكلم يقولوا مراقبة الله مراقبة الله بعض الناس مش حاس يعني مراقبة الله فلما تقرب له الصورة شوية تقول له طب لو النبي وقف جنبك صلى الله عليه صلى الله عليه هتعمل إيه ينفع تسب والنبي وقف صلى الله عليه ينفع ترمي بالطوب والنبي وتضرب في الشرطة والنبي وقف ينفع أن أنت تقمالع التشيرت وتبقى فتوة والنبي وقف صلى الله عليه ينفع تخرج البنت وهي لابسة وتقول ده أنا خرج أنصر رسوله السلام والنبي وقف في المسألة فعلا محتاجة أقول كلمة صغيرة من ضمن المنح الجميلة أو اللي قرأتها للإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله وسعة إنه شيخنا بيحكي بيحكي الإمام ابن تيمية إن كان بعض أهل العلم كان يحكي له أنهم كانوا في الجهاد في فتحات الروم في حرب الروم في بلاد الشام فبيقول في بعض الحصون كانت الحصون بتستعص على ومش قادرين يفتحها خالص بيقول وانا ظل هكذا شهر واثنين وثلاثة مش قادرين نفتح الحصن ده لحد ما يتجرأ هؤلاء الكفار ويسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيقول فسبحان الله كنا تمتلئ قلوبنا غيظا على هذا السب للنبي صلى الله عليه وسلم ونستبشر بأن الحصن سيفتح بيقول والله كان يفتح خلال يوم أو يومين هي كده لأن المولى عز وجل فعلا بيغضب للنبي صلى الله عليه وسلم وينتصروا لهم طبعا إلا تنصروا فقد نصره الله والله يعصمك من الناس ويا ما نصره بالملائكة في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب ونصره بالريح مش عارفوا كيف نتكلم عن دفاع المولى عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ده موضع كفير جدا جدا محتاجين كتاب حضرتك اسمه هو اسمه محمد رسول الله يتناول برضو صور عظيمة جدا من دفاع المولى في فصل كامل عن دفاع الحق جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصورة عجيبة جدا جدا يعني من ضمنها الصورة التي ذكرها الدكتور سيد حسين ربنا يحفظه ويبارك فيه حتة وكانت من أغلب ما وقفت عليه أورادها الإمام ابن حجف في الدرر الكامنة إن كلب يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم والله العظيم تحجبت يا شيخي سبحان الله والله العظيم إن في حفل في المغول كانوا بيحتفلوا بإسلام بتنصر أحد اللي قادة المغول وكان هلاكو طبعا كان القادة كان بيسألهم موضوع عشان زوجته كانت نصرانية فواحد عايز يبدأ الحفل فيحب جميلهم فبدأ يسبه في النبي صلى الله عليه وسلم الكلب غضب ففك القيد الحبل المربوط فيه ودخل وراح عضه من دراعه فسأل لكو بالعافية فبقلوله الكلب غضب لأنك تسبه النبي النبي الإسلام قالهم لا الكلب ده أصله عزيز النفس لما لأني بوصله كده فغضب لنفسه فقال له طيب فبدأ يسبه النبي صلى الله عليه وسلم أكتر وأكتر وما يوصلهش بقى ولا يشاوك فإذا بالكلب يفك القيد ويخلع رقبة هذا الرجل غضبطا للنبي صلى الله عليه وسلم وقل لكل مسلم وكل مسلمة إن كان أعزكم الله إن كان كلب غضب للنبي عسلم ورح خلع رقبته فعلى الأقل إحنا بقى نطور رقبة المسلمين بأن إحنا نلتزم وإحنا نكون صورة حلوة وطيبة للإسلام والمسلمين عشان الناس فعلا تعرف إن هؤلاء أبناء محمد صلى الله عليه وسلم أنا اتشرفت بحضرتك وسعيت بلقاء واستفدنا من كلامك كنا نتمنى أن تطول الحلقة لكن إنتهى إحنا ديئة مع حضرتك بسنة سعيدنا وتشرفت وأنا أحبك في الله أخوتي في نهاية الحلقة أشكركم على طول المتابعة وأرجو أن نكون قد توصلنا إلى أن السبب وتقصيرنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وضعفنا وهواننا على الناس فالسبيل لنصرته صلى الله عليه وسلم أن نصبح أعزة أقوية وأن نقيم المثل الأعلى الذي ينظر إليه الغرب من بهار ربما يود الذين كفروا لو كانوا سليمين